اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في نهاية عام 2020 قبل ايام جرى استبيان لبعض الآراء واستطلاع لآراء الناس في هذا الاستبيان كانوا يسألون وانا قصد العراقيين طبعا كانوا يسألون ماذا كنت تتمنى او ما هي امنيتك الكبيرة البعض كان يتحدث عن امنيات وهي ما ستحدث بها لكم امنيات ربما خيالية لكنها يعني تعبر عن ما في نفوسهم وعقولهم من من اشياء الكثير من من سألوهم ماذا كنت تتمنى من العراقيين كانوا يقولون كنا نتمنى لو لم تكن ايران جارا لنا سبحان الله واحدة من امنيات العراقيين يعني ان لا تكون ايران جارا لنا يعني الى هذه الدرجة وصل اهل العراق يتمنوا لو كان العراق بموقع اخر في مكان اخر او كانت ايران في مكان اخر لما تعرضنا لكل هذا الضيم وكل هذا القهر وكل هذا الاذى هذا يجعلني ايضا اتحدث عن في هذه الحلقة عن لقاء جرى هجرته احدى المحطات الفضائية العراقية التي تسمى عراقية مع الاسف مع السفير الايراني في بغداد مسجدي فاتحدث بعدة نقاط لكن اهم النقاط التي قال وسأقرأ لكم هذه النقاط لان فيها يعني ولماذا يعني انا قلت عن عن هذه الامنة اللي يتحدث بها لان قال من ضمن كلام قال اذا كانوا يعتبرون التدخل الاراني البعض يعتبروا التدخل الايراني في العراق اذا كانوا يعتبرون تدخل الايراني هو محبة العراقيين لنا فنحن نرحب بهذا التدخل ونعترف به شعب العراق في تظاهراته يهتف إيران بره بره ويضرب صور ويحرق ويمزق صور قادة إيران من خامنئي وقاسم سليماني وغيرها ويحرقها وحتى العالم الإيراني يحرقها والقنصليات الإيرانية يحرقها هذا واقع الحال فكيف يرى مسجدي أن الشعب العراقي يحب إيران دعنا من الشعوب نحن نتحدث عن أنظمة لاقى العراق منها الويل والأذى والسوء وكانت الرياح الصفراء تأتي دائما وهذا ليس له علاقة بمذهب وليس له علاقة بعقيدة له علاقة بسياسات إيران لا تتصرف وفق مذهب ولا عقيدة إيران تتصرف وفق سياسات لتمرير مصالحها واطماحها في المنطقة وجزء من عدها جزء كبير من عدها في العراق عموما نعود إلى حديث المسجدي قال هذا السفير الإيراني في بغداد أيضا وهو طبعا واحد ضباط الحرس الثوري الإيراني قال الكاظمي تحدث عن رئيس الوزراء الحالي قال الكاظمي من أصدقاء إيران القدماء وعلاقتنا معه جيدة جدا هذه النقطة التي البعض يقول أن الكاظمي بعيد عنه وهذا واقع الحال لأنه لو لم يكن كذلك لقال الكاظمي ليس هذا صحيحا ليس لي علاقة بإيران ولا بنظام إيران ما هذه قال أيضا إذا كان المقصود بالنفوذ الإيراني مثل ما قلت لكم محبة عراقيين كثر لنا فنحن نتفق مع ذلك قال تحدث عن التدخل سئله عن التدخل الإيراني في العراق قال لن نتدخل بالشأن العراقي ولم نقم بفرد سياسات على العراق والعراقيين والكل يعرف منذ 11 سنة لم تشكل حكومة وباعتراف إيران وباعتراف كل مسؤوليها لا تشكل حكومة في العراق إلا بموافقة إيران وهم كانوا يقولون لا نقبل ونقبل بهذا ولا نقبل بهذا وكل ترتيبات البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة كلها وتوزيعاتها وكراسيها وأعدادها وشكلها وعملها كل رئيس البرلمان لا يعين إلا بالموافقة الإيرانية رئيس الوزراء لا يعين إلا بالموافقة الإيرانية رئيس الجمهوري لا يعين إلا بالموافقة نعم هناك ربما توافق أمريكي إيراني لكن إيران مهمة ورقة مهمة في هذا الموضوع ولا أحد يتدخل سوق العراقي كل مملوك لإيران الاقتصاد العراقي كل لإيران ميليشيات التي تعبث بأمن العراق وتسيطر على العراق وتذبح وتهجر وتقتل وتسبي كلها بأمر إيران وتضرب الصواريخ وتنال وتشتم وتتحرك وتتباهى كلها إيران وصواريخ وأسلحتها إيرانية هذا واقع الحال كيف لا تدخلهم في العراق يقول أيضا لا نعرف من يقوم بقصف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء هذا يعني ما نعيصل بهكذا عمل طيب ما هي هذه الفصائل اللي سموها الفصائل الإسلامية لهذه الميليشيات عندما تقصف تقول انتقاما لإيران ولسياساتها ولا تأتيها الأوامر إلا من إيران وكل الأجهزة الاستخبارية بالعالم تقول ذلك وكل العالم يعرف هذا الموضوع وكلما صار توترا بين أمريكا وإيران تقصف المنطقة الخضراء وتقصف السفارة الأمريكية وتقع على بيوت العراقين وتقتل العراقين فمن يقتل العراقين هي إيران فعليا وهو يقول لا نريد أن يكون العراق ساحل الصراع مع أمريكا طيب ماذا تريدونه إذن أنت حولتوا العراق إلى ساحل الصراع مع أمريكا وتريدون أن تجعلوا العراق أرض أرض للمعركة مع أمريكا لتصفية الحسابات مع أمريكا وأن يبقى مشروعكم سالم وتبقى أرضكم سالم وتبقى أتصادكم وأبنائكم وشعبكم سالم لكن العراق وأهل العراق ليذهبوا إلى الجحيم هذا واقع الحال أنتكلم عن واقع الحال ليس كلاما إنشائيا يتحدث به مسجدي وغير مسجدي وأيضا هو معزز كلامنا بأحاديث لمسؤولين إيرانيين هذا مثلا الجنرال محمد باقر ذو القدر هذا نائب القادة العام لقوات الحرس الثوري الإيراني وأحد المقربين من قاسم سليماني يقول أن العراق إحدى المناطق المهمة يقول بالنص يقول العراق إحدى المناطق المهمة التابعة لأنشطة قوات فيلق القدس الإيراني واضح الكلام لا يحتاج إلى وبعد ظهور داعش أيضا هو يقول بعد ظهور داعش يعني بعد عام 2014 يقول استطعنا يتحدث عن نفسهم ليسمع من يقولوا أن الحجد الشعبي بفتوى مع هذا الكلام اللي يتحدثون عنه وهي قوة وطنية عراقية ومساندة يقول بعد ظهور داعش استطعنا أن نؤسس الحرس الثوري الإيراني هذا نائب القادة العام قوات الحرس الثوري الإيراني هذا جنرال محمد باقر ذو القدر يقول استطعنا أن نؤسس قوات جديدة باسم الحجد الشعبي قوات جديدة أسسناها باسم الحجد الشعبي على غرار تشكيلات قوات الباسيج واضح الكلام لا يحتاج إلى لبس لا يحتاج إلى تشويه وتضليل فمن نصدق مصدق مسجدي الذي يتحدثنه بلغة شاعرية ورومانسية عن العلاقات الإيرانية التي تحترم العراق وتحترم سيادته واستقلاله أم نصدق هذا الكلام الواقع على الأرض مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني ألم يوصف بغداد بعاصمة الإمبراطورية الفارسية؟ أمام الجميع رئيس تحرير وكالة مهرة الإيرانية هي وكالة الأساسية لإيران وهو مسؤول حكومي في إيران حسن هاني زادة دعا العراق علنا بدون لبس قال يعني دعاهم للوحدة مع إيران وترك ما وصفه العروبة المزيفة العراق بلد عربي يقول تركوا العروبة المزيفة وتعالوا سووا وحدة ويا إيران لاحظ التدخل ولاحظ لاحظ أي احترام للسيادة والاستقلال الذي يتحدث عنها يعني الشعب العراقي رفض ويرفض إيران حرق القنصريات وجرفها وحرق العلم وحرق صور خميني وخاميني وقاسم سليماني وحرق حتى العلم الإيراني لا يريدهم وكل الهتافات كانت تقول إيران بره بره فالتدخل الإيراني يعني في ثورة تشهرين واضح كان دعوة خامنين قال اسحقوا هؤلاء اعتبرهم ذولا كلهم أعمار شغب هذه وقال إنه على القوى العراقية الملتزمة وكما وصفها ويقصد الميليشيات طبعا التابعة إلى أن تنهي أعمال الشغب هذه اعتبرها أعمال الشغب ورموزهم لحد الآن وأولهم هذه العامرية يعتبرها فتنة أعمال فتنة يقول الأعمال فتنة عن ثورة تشهرين هاي الشباب الجميلة اللي قتلوا من عندها أكثر من ألف شاب وجرحوا أكثر من ثلاثين ألف شاب وما زالوا يقتلون ويجرحون منهم في الناصرية وغير الناصرية الحقيقة يقولون عنهم فتنة هذه أشكركم وقت هذه الحلقة قد انتهى أرتقيكم في حلقتنا أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة